طيب قبل ما خش في تفاصيل أخرى رأيك في النص قلت إن علاقتك بمانو الجوزيه بدأت في 2009 العلاقة دي بدأت إزاي؟ عشان أسألك سؤال في النص كده وإنت بتحكيلي العلاقة كان يتقال كتير إن مانو الجوزيه كان شوية عنده إجوة أو مغرور شوية أو عنده حب إزاة بعض الناس أنا بصراحة ما شفتش ده يعني أنا ما شفتوش حتى في التعاملات الصحفية معاه بس برضو تبقى شهادة حق من عند حضرتك يا بس يمكن ده الانطباع اللي ممكن أي حد ياخده عنه من بعيد آآ طمام ولكن أنا أول ما يعني عن طريق الصديق العزيز أستاذ خالد مرتاجي هو اللي عرفنا عليه في حد الفنادي أنا كنت موجود بالصدف وقابلت وسلمت عليه اللي تبقى على عرفك على مستر مانو فأنا قلت له نفس الكلام اللي حدث يعني شو أنا يعني دايما عندي انطباعني دايما لما يكون واحد مثلا حتى من اللعيبة أو حاجة لما أشوفهم في أي مكان بأشوف بقول إنه هو دي حياته الخاصة مش المفروض إيه إن أنا أقرب بينه وحاول أطلب بينه مثلا أتصور معاه أو حاجة زي كده لا يعني حب أسيب له حياته الخاصة فقال لي لا تعالى بس عرفك اللي معدنا نتكلمنا وكانت ليه برضو يعني أنا إن كنت ببقى ليه التحليلات أنا أمتاز في حاجة أنا أنا بعرف حالي للعيبة ودمغم فيها إيه مجرد نتفرج عليه فقالنا نتكلمنا ثلاث ساعات وأنا بقوله رأيي في اللعيبة في شخصيات اللعيبة واللعيبة بقول اللعيب ناقصه إيه وعنده إيه ومحتاج إيه فالراجل استغرب جدا جدا فحتى سهلني سؤال أنا تعرفت حاجاتي من أنت تعرف حد جوا بقول لأ أمجرد تس إن أنا بتابع اللعيبة من هنا بدأنا العلاقة هو في آخر القاعدة اللي ممكن أخد تليفونك ترقى بس أنا أخد تليفونك كمان اللي بس وعا تديل حد ومن ساعتها وبقينا أصدقاء وبقينا يعني على طول بصفة دورية أتقابل أنا أهو وكنت بالصدق في ساعتها كنت باعت جايب بعض الكتب اللي لي علاقة بالسايكولوجي والإعداد النفسي بالنسبة للفوتبول بالذاتي ففي أحد كتاب من هنكو تقريته وكان لقيته حلو قوي تعم فقابلته مرة قلت لنا على فكرة عندي الكتاب أعاوز أدهه لك يعني فقرأ ولقيته بعيدت لي يقولي كتاب حلو جدا جدا ويعني أنا استفدت منه تمام وحتى سأفضل مع الكتاب وفضلنا قليم بأكل شوية إيه نتقابلنا هون نتكلم شوية على الكورة وعلى الفريه وحاجات زي كده تمام جات بعد كده كان بعد كده هو مشي وجي كابتن حسام بدري عد حواليه سنة ونص أو حاجة كده هو في خلال الفترة دي كلها كان مستر مانول برضو مش يعني ما تقطعتش علاقتي بيه تماما حتى هو مسافر تعم وحتى كنت دايما نهزر معاه ساعته أقول له على فكرة أنت هترجع تاني وهشتغل معك طب لين لما بدأت مع النادي الأهلي المشهور ده مكملش مكملش لأنه بعد ده نما مشيت يعني بعد ما مشي مستر مانول الجي كان كابتن حسام بدري وكابتن حسام بدري مش مقتنع يعني بفكرة أن الإعداد النفسي ده شيء مهم أو يعني ممكن يكون أحد المدربين لو شايف أن أنا أقدر أقوم به فأنا مش محتاجة عد ساعتها بقى اللعبين نفسهم في الفريق ما كانوش متبسكين ما كانوش حبيين أنك تواصلوا معاك وقولك أننا كان فيه تواصل كان فيه تواصل بس لو أنت المدرب أو الكوتش مش مقتنع بس كان فيه تواصل بين يوم وبين وكان له حتفتك الحضراتك الفترة دي كتير كان دائماً مستر مانو بيجي كل فترة كل شهرين ثلاثة كان يجي كنا نتقابل كل ساعتنا نروحنا هو كمان ساعتها ما روحنا هو التدريب وفجود كابتن حسام بدري وعلى طول كنت نعود بص اللعيبة موجودة وحضر النهاردة ألقتي باللعيبة موجودة